ومعنا عبر الهاتف الدكتور محمد الكبيسي كبير مفتين ودار الإفتاء والشؤون الإسلامية أهلا بك معنا في الوقت الذي نشهد فيه دكتور تشويها لصورة الإسلام من قبل المتطرفين في العالم وتزايدا لموجة الإسلموفوبيا في أكثر من مكان تأتي مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة باستقبالها البابا فرانسيس وباحتضان المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية كرسالة للعالم تعطي بها أفضل صورة عن الإسلام المتسامح ما هي الأصداء التي تتوقعها دكتور من قبل المجتمع الدولي بعد هذه الخطوة الفريدة وكم نحن فعلا في حاجة إلى مثل هذه المبادرات وفي هذا الوقت بالذات بداية أشكركم على هذه الفرصة وهذا اللقاء هذه مناسبة لا شك لنا مناسبة تتجل في التاريخ وربما الناس نسيت أن التواصل الحضاري والثقافي والتبادل أو النقاش الديني يستمر بالنسبة للمسلمين بين المسلمين وبين غيرهم منذ البداية يعني الدراسات السابقة والأديان السابقة لم تكن فيها ذكر للأديان الأخرى بينما عندنا في الإسلام من البداية عندنا لكم دينكم واليدين عندنا من البداية لا إكراحة الدين عندنا قل يا أهل الكتابي تعالى وإلى كلمة تنسوا فمن البداية كان هناك هذا التواصل النصارى واليهود اللي كانوا موجودين في الجزيرة العربية كان بينهم وبين المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده كان هناك حوارات ونقاش علمي ومساجلات وتعاون على البر والتقوى وكان هناك معاهدات أيضا لم يكن شيئا فريدا واستمر هذا في التاريخ ومن أظهر أمثلته في زمانية هذا أن الأقليات غير المسلمة التي تعيشوا بلاد الإسلامية في الشرق الأوسط لا تزال إلى اليوم موجودة رغم المسلمين يحكمون هذه الأراضي أكثر من 1400 سنة ولم يجرهم أحد على تغيير دينهم أو على تغيير عقائدهم أو على الانفراط في الملة ونحو ذلك بقيت أماكن عبادتهم قائمة بقيت لهم شعائرهم وما يميزهم فبالتالي هذا التواصل نحتاجه في هذا الزمان أكثر من أي زمان آخر لأن هناك جهل كثير بالنسبة للجوانب الشرعية وجوانب الإخاء الإنساني والتواصل الحضاري عندنا مبادئ التعايش السلمي أصيلة في الشريعة الإسلامية الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان أي إنسان كرم بني آدم وحافظ على حياته وعلى ممتلكاته وعلى حرية في الاختيار العقدي وعلى حرية أيضا في أن يعيش المجتمعات الإسلامية ضمن الضابط الشرعية والحكم الإسلامي آمنا على نفسهم وستأمنا وكانوا يسمون أهل الذمة يعني لهم ذمة ولهم رعاية وتدافع عنهم الدولة الإسلامية ضمن أي هجوم ونحو ذلك فبالتالي الموجودين في البياد الإسلامية كانوا يشعرون بهذا التسامح وبهذا التعايش وكان بالنسبة لهم شيئا مسلما بل إن في كثير من الشواهد التاريخية كانوا يفضلون الحكم الإسلامي على الحكم الذي يكون من ديانتهم من مذهب آخر لأنه في بعض الأحيان كانت قصير هناك اقتتال ولا يخفى عليه إلى أصلنا هذا إلى قبل فترات قصيرة جدا حتى في أوروبا في الدولة المتحاضرة كان هناك حروب وصراعات بين بعض المذاهب والأديان المختلفة نعم دكتور لطالما كانت دولة الإمارات دولة يحتذى بها في التعايش السلمي بين الأديان وتناغم بين المقيمين فيها يعني بمختلف معتقداتهم ما هي العوامل التي جعلت لها هذه الصورة الناصعة هذا شيء قديم ليس جديدا يعني هي الطبيعة البشرية بالنسبة للمنطقة هذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحديث عندما أرسل أحد رسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة فأساءوا استقباله وضربوه وسبوه وشتموه ورجع النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك عمان في وقتها كان هناك مملكتين مملكة البحرين وعمان يعني كانت تسمى كلها هذه مملكة البحرين وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسلين من عنده إلى هذه المناطق هنا إلى هذه البلاد في أهد النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام في أهد النبي صلى الله عليه وسلم فالقصد أنهم كانوا يستقبالهم للغريب لأنهم يعيشون في طحراء يحتاجون إلى تكاتف وإلى تعاون فيما بينهم لأن ظروف قاسية فهناك ترابط سلاحهم قوي جدا يكون وأيضا كانوا يعملون بالتجارة فبالتالي كانت هناك صلاة كثيرة جدا مع البلدان الأخرى فهذه طبعا لا شك أعطاهم أفق واسع أكثر من الجهات المنغلقة والأماكن الذي ما اختلطوا بغيرهم طبعا ما يكون عندهم مثل هذه الأفق الواسع ثانيا أنه عندنا في التأسيس هنا العباء المؤسسين الشيخ زايد الشيخ خاشد رحمه الله تبارك وتعالى وجميع إخوانهم يعني أقاموا هذا على هذا المبدأ مبدأ الإخاء الإنساني وعلى مبدأ قبول الآخر وعلى مبدأ التعايش السلمي وعلى مبدأ التحمل والصفح والتسامح فبالتالي أصبح هذا نهجا ليس فقط كلاما يعني كثير من الدول تتكلم بهذا أو تحاول أو تسعى جاهدة لكن هنا هو تطبيق عملي حتى لو لم يعلن عنه فهو موجود يشاهده الجميع يعني لا يشعر الغريب أنه غريب أو أنه منبوذ أو أنه غير مرغوب فيه بل على العكس ويعيش حياته مستقرا نظمئنا ولذلك نجد بحمد الله تبارك وتعالى أعداد الوافدين والساكنين والمقيمين والمتاجرين والمبدعين والعلماء المخترعين في زياد باستمرار لأنهم يلاحظون هذا يعني ليس فقط كلاما وإن مواقع وهناك أسباب كثيرة جدا هذه بعضها على أجابنا واضح شكرا جزيلا لك دكتور محمد الكبيسي كبير مفتين في إدارة الإفتاء دائرة شؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي كان معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر